أي لعبة بالعالم فيها طرفين المطور والناشر في لعبة Call of Duty Black Ops 3 مثلا من تطوير Treyarch ونشر Activision مو من تطوير Activision ما في شيء اسمه لعبي من تطوير Activision المطور هو اللي بيشتغل على اللعبة تقنيا من تصميم وبرمجي وإلى آخره أما الناشر فراح يسوي أي شيء له علاقة بالفلوس من تمويل للمشروع وتسويق اللعبة ونشره على المنصات وعمل النسخ الفيزيائي باختصار أي شيء غير تطوير اللعبة هو من عمل الناشر لكن مقابل الدعم المادي لأي لعبة بيطلب كتير من الناشرين طلبات تعجيزية برأي المطورين فمنهم بيطلب الحصة الأكبر من الأرباح أو بيؤمر المطور ينهي اللعبة بسرعة كبيرة والنتيجة بتطلع لعبة مضروبة بالأخير واللعبين بحط اللوم مباشرة على المطور المسكين وحتى الناشر أحيانا ممكن يطلب من المطور يسوي أشياء وهو ما بدي يسويها أو مش طموحه أنه يسويها مثل أنه يسوي لعبة سيارات وهو طموح يسوي لعبة مغامرات أو يسوي لعبة عالم مفتوح ضخمي وهو طموحه يسوي لعبة خطية صغيرة وهكذا هالشي بيخلينا نشوف ألعاب مكررة ورخيصة كتير لأنه المطور عم يشتغل بدون نفس والناشر همه الوحيد هو الفلوس هالشي خلى كتير مطورين يسألوا أنفسهم نحنا شو اللي حادنا على الشغل مع شركات النشر ليش لنشتغل تحت رحمة شركة بس مشان الفلوس اللي عم يدفعونا إياه فقرر كتير من المطورين يطلعوا عن شركات النشر ويفتحوا استيديوهاتهم الخاصة فيهم ويشتغلوا بشكل حر وبدون تقييد ومن هون طلع المصطلح الشهير Independent Game Developer أو مطور الألعاب المستقل وبما يعرف بمجال الألعاب بمطور الاندي تعريف المطور المستقل أو الاندي بكل بساطة هو اللي بيسوي كل شيء باللعب هو اللي بيطور وهو اللي بيمول وهو اللي بيسوق وهو اللي بينشر هو اللي بيعمل كل شيء بدون ما يجي ناشر ويعمل عليه Big Boss هالشيء خلانا نشوف إبداع كتير مطورين ونشوف ألعاب خرافية مثل Inside, Firewatch, Rocket League, Undertale, Oxenfree وحتى لعبة ماينكرافت تعتبر لعبة اندي واللي سواها شخص واحد بس واللي من وراها صار الثروت وتقدر بخمسة ونصف مليار ريال ويغلب على ألعاب الاندي صغر فريق التطوير فيمكن يكونوا مطورين عشرين شخص مثل لعبة Hellblade أو عشر أشخاص أو خمسة أو حتى شخص واحد فقط مثل لعبة Toby The Secret Mine وعنرغم أنه عدد المطورين بيكون قليل إلا أنه غالبا مستواها ممكن ينافس الألعاب اللي بيشتغلوا عليها مية أو ميتين أو حتى ثلاثمائة مطور طبعا مو كل الألعاب لأنه في ألعاب اندي سيئة بشكل فضيع طيب لحظة 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 خلينا نرجع شوي لورا ونراجع كلام أنا حكيته سابقا أنا قلت أنه المطور المستقل بيطور وبيسوق وبينشر وبيمول صح؟ طيب فهمنا أنه يمكن يقدر يسوقه على مواقع التواصل الاجتماعي ورح ينشر اللعب مبدئيا على Steam على الكمبيوتر طيب شلون بده يمول؟ كيف بده يمول مشروعه إذا ما كان معه أموال أصلا؟ الجواب بكل بساطة هو أنه المطور بيعرض مشروعه للناس وبناء عليه بياخد دعم في مواقع مختصة بدعم المشاريع الصغيري بشكل عام مثل كيكستارتر أو دعم الألعاب المستقلة بشكل خاص مثل موقع Indiegogo اللي مختص بدعم الألعاب الإندي بتعرض شي بسيط من لعبتك للناس وهني بيدعموك ماديا في بعض المطورين اللي بتكون لعبته بده فلوس كتير بروح بيطلب دعم من شي رجل أعمال معين يكون مهتم بالألعاب بس هالشي ما بيسوي إلا اللي بيكون واثق مية بالمية من نجاح لعبته لأنه رجل الأعمال هذا بده ياخد نسبي كمان بالأخير من أشهر الألعاب اللي انطلقت على موقع كيكستارتر مؤخرا هي لعبة We Happy Few اللي لاقت دعم كبير من الناس وراحت مايكروسوفت مباشرة وجابتها للبريبيو وعلى سيرة مايكروسوفت ألعاب الإندي الرهيبي خلت كتير من شركات النشر العملاقة تهتم بالمطورين المستقلين وتعطيهم حقهم شركات مثل Valve اللي بتنشر ألعاب الإندي عن طريق Steam Greenlight أو مايكروسوفت اللي عندهم برنامج ID at Xbox اللي من خلاله شفنا ألعاب مستقلة جبارة والاهتمام بالمطورين المستقلين صار أكبر بهذا الجيل لدرجة أنه مايكروسوفت بكبرى كانت نص إعلاناتها بمؤتمر E3 2017 ألعاب إندي وأيضاً EA اللي أطلقوا برنامج ممتاز العام الماضي اسمه EA Originals ومن خلاله شفنا ألعاب رائعة مثل Unravel وألعاب رح تجي قادمة مثل لعبة A Way Out وهذا إن دل فإنما يدل على احترام الشركات العملاقة للمطورين الصغار وبس هذا كان كل شي عن الألعاب المستقلة أو ألعاب الإندي إذا أعجبك المقطع انشروا للناس المهتمين يعطيك ألف عافية المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر